السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظ الآيات والأحاديث كان مراد به القرآن كاملا فالعلماء في كتب الأصول وفي شروط المجتهد لا يشترطون إلا حفظ آيات الأحكام وكذلك أحاديث الأحكام هذا بالنسبة للمجتهد في الفروع هو الذي يركزون عليه لكن قالوا في أحاديث الأحكام أنه يكفي إذا حفظ سنن أبي داود يكفي إذا حفظ سنن أبي داود وبعضهم قال البي هقي فيذا حفظ سنن أبي داود حفظ سنن أبي داود بركة وأما بالنسبة لأن أجمع أحاديث الأحكام أجمع كتاب في أحاديث الأحكام سنن أبي داود بالنسبة للكتب الأصلية وسنن بيها قيعد الله مستعان وكان الحفظ ميؤوسا منه إلى وقت قريب غاية ما يصل إليه طالب العلم والمعلم الذي تصدر لإقراء الناس وتدريسهم وتعليمهم والفصل المنازعات بينهم وإفتائهم إذا وصل إلى حفظ الزهاد مثلا وفهم مسائل تصورها مع حفظ البلوغ اكتفوا بذلك ثم بعد ذلك يكون الباقي مطالعات وقراءات من الطلاب ولا يتطاولون على الكتب الأصلية المسندة حفظا يقرؤونها نعم يقرؤونها ويستفيدون منها ومن شروحها لكن الحفظ اقتصرنا فيه على هذه المطول ومثل ما قلت كان الحفظ ميؤوسا منه وتربى الناس على هذا ولا أحد يكاد يوجد من طلاب العلم يحفظ من الأصول شيئا إلا النادر بحيث يذكر فيه بلد كذا من يحفظ البخاري أو يحفظ كتاب كذا من الكتب المسندة الآن ولله الحمد وقد وجد من يفتح لهم الطريق ويبعث فيهم الأمل في هذه الدورات المباركة أن يحفظوا وإن لم تكن الكتب الأصلية بأسانيدها ومتونها إنما حفظوا متونها من غير تكرار ومن غير أسانيد فحفظوا المتفق عليه متناً من غير تكرار وأضافوا إليه الزوائد زوائد السنن ثم زوائد المسند والزوائد الموطأ وزوائد الدارمي سمعنا من يتطاول على زوائد البيهقي والحاكم من يحفظها الآن هذا فتح لا شك لكن يجب أن ينتبه إلى شيء وهنا طالب العلم مبتدئ لابد أن يحفظ على الجادة المعروفة عند أهل الله لأنه يحفظ على الطريقة بدأ بالصحيحين طالب العلم بأمس الحاجة إلى أحاديث خارج الصحيحين لا توجد إلا في المتون المرتبة لهذا الأمر مثل البلوغ مثلا أو المحرر أو المنطقة تقرأ هذه الكتب ويسار فيها على جادة المعروفة ثم إذا انتهى من حفظ الأربعين والعمدة والبلوغ أو المحرر يقرأ ما شاء ويحفظ ما شاء فكانت الحافظ في الصعف حفظ الكتب بأسانيدها وعلى ترتيب مؤلفيها والتراجب التي ترجم بها أهل العلم الذي هي أحكام مستنبطة من الأحاديث هذا غاية إضافة إلى ضمان حفظ القرآن كاملا لأنه لا يفرط بحفظ القرآن إلا محروم على الأسف أننا كنا في وقتنا القرآن لا نصيب له في الدراسة النظامية تخرج الطالب بكلية الشريعة يمكن ما حفظ شيء بكل أسف يقال مثل هذا الكلام المعاهد العلمية ما فيها شيء التعليم الابتدائي والمتوسط والثنوي العام ما في شيء يذكر يعني قد وجد أشياء يسيرة مدارس التحفيظ نعم تعتني يحفظون القرآن إذا انتهى من المتوسط إذا به قد كمل ويراجعونه في الثنول هذه نعمة من الله جل وعلا ومن أعظم نعم الله على طالب العلم أن يجد من يأخذ بيده من أول الطريق إذا وجد من يأخذ بيده من أول الطريق نعمة عظيمة من الله جل وعلا يعني كم كنا نتمنى وهذا محال أن أكون في في الجامعة الآن أو على أبواب التخرج لنبدأ طلب العلم من جديد لنرجع ثلاثين سنة ما يمكن هذا لكن أنتم بإمكانكم الآن فالحفظ الحفظ وطريقة المشارقة لحفظ القرآن هي التي تجعل طالب العلم يتراخى في الحفظ ثم عدالك يسوف وتمضي عليه الأيام بل السنون والأحوام وهو يسوف ثم إذا وصل إلى وقت تكثر فيه مشاغله ويتشتت فيه ذهنه التفت إلى حفظ القرآن به صعب صعب عليه طريقة المغاربة هي التي تضمن ضبط القرآن وحفظه قبل كل شيء كما ذكر ذلك بن خلدون في مقدمته يحفظون القرآن كامل قبل أن يدخلوا عليه شيء من العلم الأخرى بشارقة لا يحفظون المفصل أو شيء من المفصل مع المتون الأخرى ثم يترقون في حفظ القرآن مع بقية العلوم المرتبة لطبقات المتعلمين إلى أن ينتهوا منه وبعضهم يسوف وقال له مثل هذا الكلام المجتهد ما يحتاج إلا خمسمائة آية من القرآن يحفظ ذلك الحكام وينتي فيه ما هو أهم من الأحكام في القرآن ما هو أهم من الأحكام الأحكام مهمة وتصح عمل المسلم وعباداته لكن فيه ما هو منها وإذا حفظ على ما قال أهل العلم سنن أبي داود كثر خير حالما قال لكن يحفظ البلوغ أو يحفظ المنطقة أسهل له من حفظ سنن أبي داود وقال أيضا أنه يستبعد أن يكون أحد من السابقين أو المعاصرين يحفظ القصيدة أو الكلام من أول مرة يسمعها أو يقرأه ويقول أن ذلك إن ثبت فهو نادر جدا هو نادر صحيح لكنه موجود هو نادر لكنه موجود إلى وقتنا هذا أما الندرة صحيح نادر أكثر الناس يحتاج إلى معاناة وذكرار وبعض الناس يكرر مئات المرات ولا يحفظ هذه مواهب من الله جل وعلا وما يمثل به الجلالان جلال الدين الصيوطي والمحلي على طرفين نقيض هذا أوتي حفظ هذا أوتي فهم وكلاهما من النوادر هذا في الحفظ وهذا في الفهم الصيوطي يقول أنه يحفظ مئتي ألف حديث ولو وجد أكثر لا حفظه والمحلي يقول عجز يحفظ له ولك الرأس من التنبيه عجز أخذ عليها أيام وأسابيع وارتبعت حرارة ومن كثرة الترديد وظهر فيه بثور إلى أن ترك لكن قالوا أن فهمه يثقب الألماس شديد الفهم جدا وهذا حصل له خير وذاك حصل له خير هذا له طريقة ومنهجه وذاك له وسيلة في التحصيل نقول الذي لا يستطيع أن تسعفه حفظته ضعيفة يستعين على طلب العلم بالكتابة هذا الناس يقول له أنا قرأت في تفسيري بن كذير يوم طبقت الكتاب إلى الذهن ما فيه شيء أحاول أعصر أجيب ما لقيت شيء ونقول له اختصر بن كذير والاقتصار يكون بعد فهم ويحصل تحصل على خير عظيم وغير ذلك من الكتب هذا يقول أريد أن أركز على شرح معين للزاد بحيث يكون عمدة لي في التركيز فهل أختار الشرح الممتع أو الروم لكن كلهما في خير لكن إن جمعت بينهما فلا شك أنك تستفيد فائدة تام الزاد لا شك أنه متين وفي مسائل كثيرة ولا بد من فهم هذه المسائل وتصور هذه المسائل وتصوير المسائل والاستدلال لها ذكرنا هذا في مناسبة تحدثنا فيها عن طريقة التفقه والشرح الممتع شرح سهل وعلى اسمه ممتع ويعين على فهم الكتاب وسهل ميسر ما في صعوبة يستطيع أن يقرأه الطالب بنفسه وأما الروض يحتاج إلى معلم وهو الذي يربي طالب علم يكون في يوم من الأيام ممن يعتمد عليه في إفتاء الناس والقضاء بينهم وتعليمهم لأن أسلوبه أهل العلم المتقدمين التي يربع عليها طلاب العلم الشرح الممتع نافع فيه مسائل وفيه تنبيهات وفيه أشياء من تحريرات الشيخ لكن كلهم يفهم يعني ما يختص بطالب يعني ما يقرأ وطبيب استفاد لكن خل الطبيب يقرأ في الروض المور ما يستفيد سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو دهود حدثنا عبد الأعلى بن حمد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عزيز الله ابن أبي زيد مر بنا أبو لبابة فاتبع ابن أبي زيد ابن أبي زيد عبيد الله بن أبي زيد كذا عندي في نسخة الشيخ محمد الرشيد جضاء ممر جال أبي داود قريبا تقريبا لدك أولاد الشيخ شوية يزيد عبيد الله ابن أبي زيد أو يزيد شوية آخر الأول مبعد تاب أول الثاني خلينا كلها معك خلينا كلها معك اجلس خذها معك مر بنا أبو لبابة الشيخ مر بناءه لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فانتسبنا له فقال تجار كسبه تجار كسبه انتسبنا له يعني ذكرنا له أسماءنا بعنسابنا هذه جرت العادة أنه إذا دخل أحد ضيف على صاحب بيت أو نحوه يسألهم من أنتم من لماذا من أجل ينزلهم من أجلهم كل إنسان له منزلته كما في حديث جابر وغيره يسألهم هذه من الأداب المحمودة لأنه قد يدخل عليك لكن مع الأسف المجاملة والحياء المذموم يدخل عليك تستحين تسأله لأنه يظن أنك تعرفه معرفة تامة وأنه إنسان مشهور ومعروف فإذا سألت عن اسمه عن اسمه قد يكون في نفس الشيء فأنت تدرأ مثل هذا الأمر وما تسأل وهذا يحصل معنا كثير كثير من الأخوان اللي عندنا من سنين ما نسألهم ولا يتعرضون لشيء بيستمر أنا أعرف اسمه ولا شك أن هذا خلل هذا خلل لسي طلاب العلم مع شيخهم وما يكون معروفين فضل عن أن يكون جاء إلى بيتك ودخل عليك ومبسط تجلس معه ساعة أو ساعتين ويخرج مثل ما تعرف ولو عرفته قبل ذلك لنزلته ومنزلته حصل لنا من هذا شيء كثير نحرج يجيك على أنه شخص مشهور وأنتم تقول من أنت صعب عندنا صعب على النفس أن تقول من أنت لكن هذا هذا الأدب تسأله أسهل من يطلع وانت ما عرفته ولا نزلته منزلته ولا اللهم استعان يزيد يزيد نعم سن فانتسبنا له فقال تجار كسبه تجار كسبه كرر كرر يقول تسبنا له فقال تجار كسبه ليست موجودة في سنن أبي داود المطبوعة والله وعلا ثم رأيت الحافظ في عزاه لأبي داود بن الضريس في فضائل القرآن وبعوانة بمستخرجه من طريق ابن أبي مليك عن عبايد الله بن أبي نهيك قال لقيني ساد بن أبي وقاص أنا في السوق فقال تجار كسبه ثم ساق الحديث والاختلاف في صحابي الحديث واضح ولا مجد كذا بلا آخر لا إله إلا الله كونه لا يوجد في النسخ المطبوعة لا يعني أنه لا يوجد في جميع النسخ لأن النسخ المطبوعة اعتمدت على روايات وقد تكون هذه الزيادة في رواية أخرى لم تطبع وأظن الأخوان من كثير ما كررنا مثل هذا الكلام يعرفون ماذا نقصد بالروايات بالروايات في نفس السنن روايات السنن معروفا أن السنن أبي داود مروي بروايات متعددة كغيره من الكتب مروي بروايات ابن العبد ومن داسة واللؤلؤي وغيره من الروايات ويوجد في هذه ما لا يوجد في هذه نعم فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال فقلت لابنها يبين ذلك لو رجعنا إلى تهذيب السنن للمنذري مختصر السنن للمنذري وشرح الخطابي لأن كل أحد معتمد على رواية والتهذيب لابن القيم وكلها مطبوعة في صفحة واحدة وهو موجود لو رجعنا إلى الحديث هناك تبين لنا ما نريد نعم ها شو وشو مختصر السنن المنذري موجود راجعون بس يصير شرح الخطابي وابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن وما يلزم في فرق بين شرح الخطابي ومختصر المنذري وتهذيب السنن لابن القيم ثلاث كتب قد يذكر المنذري حديث ولا يشرحه الخطابي اعتمادا على أنه ليس في الرواية التي عندها والعكس وقد يذكر ابن القيم على استيعابا لبعض الروايات التي لم يذكرها المنذري والخطابي كتب الثلاثة الجام بينها توفيق من الله جل وعلا نعم قال فقلت لابن أبي مليت يا أفا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع تفرد به أبو داود فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قاله الأئمة رحمهم الله ويدل على ذلك أيضا ما رباه أبو داود حيث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن ليس المراد بالتغني بالقرآن إجراءه على قواعد وسنن الفسق من المغنين والمجان لا إنما هو على طريقة تحسين الصوت وتزينه وتحزينه لتسمع بعض القراء قراءته وتصل إلى القلب لأنه يقرأ بحزن تسمع القراءة من فمه تتأثر بها وبينما بعض الناس اللي يجريها على القواعد المعروفة من التمطيد والمدود والألحان ما كانك تسمع القرآن نعم إضافة إلى بعض التصرفات الأخرى والاجتماعات التي أصلها غير مشروع إما في مأتم ولا في فرح ولا شيء وتصرفات وأصوات وأشياء بعيدة كل البعد عن أدب القرآن نعم شكرا عن الأعماش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة وهذا إسناد جيد ساقطا عندنا كل سطر عن طلحة وهو ابن مصرف به به وهو ابن مصرف وأخرجه النسائي من طلحة أخرى عن طلحة وهذا إسناد جيد سطر نعم وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن ابن عوسجة هذا ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه فأثقه النسائي ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان وأن يحيى بن سعيد محروف بتشدده والناقل عنه غير ثقة أو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال كما هو معلوم غير مرضي في كلامه ولو مدام غير ثقة فنقله عن يحيى فيه نظر نعم وقال أبو عبد الرحمن ابن عوسجة أبو عبد الله رحمن ابن عوسجة الأمداني كوفي في قامة الثالثة طيب ورمز رمزه رمزه حين 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 مخرج له البخاري في الصحيح سأل الجماعة لا لا بخ أربعة يعني البخاري في الأدب هم يكتبون أن الأربعة قريبة من العين لو تشوفها من بالطبعة الهندية قلت عين قريبة منها إلا أن أربقته عن رأسه الأربعة السلمان خرج له مسلم ولا البخاري في الصحيح وإنما خرج له في الأدب مع الأربعة أصحاب السنان نعم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم قال أبو عبيد لأن في معناه إشكال يعني مبادئ الظائر المتبادئ من لفظه زينوا أن القرآن بحاجة إلى تزيين كان فيه نقص يكمل بهذا التزيين وليس هذا أمرات فكان ينهىه عن يحدث بهذا الحديث لهذا الأمر نعم قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة فلهذا نهاه أن يحدث به قلت ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلاً على الله كما روي له ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير نعم ليس المرجع في ذلك إلى أفهام الناس ليس المرجع في ذلك إلى أفهام الناس إنما المرجع في ذلك إلى النص بفهم السلف نعم بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرية المرادة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تضريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله حيث قال حدثنا بقي إذن عندنا تقي نعم حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة أموي لا أموي أموي بقي بن مخلد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة عندكم السند لا الطبعة هذه معروفة أنها فيها لكن الطبعات أخرى حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي خرم كبير سناد كله ساقط سطر لكن الأموي والأموي كان منسوب لبني أميه والغالب يقال له أموي وابن خير الإشبيلي صاحب الفهرس المعروف المشهور أموي بالضم نسبه لبني أميه هذا الظاهر وهذا الغالب وأموي نسبه إلى جبل في الأندلس قال له أمو في الهدح نعم أنسى أبقى التلتبس هناك أبي وهناك إبي الأبي شارح مسلم من الغرب ومن أبة والإبي من إب بل يمن نعم حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة قلت أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري والغرض أن أبا موسى قال لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه وقد كان أبو موسى كما قال صلى الله عليه وسلم قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة فدل على أن هذا من الأمور الشرعية قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي بعض الناس من من لم يؤتى صوتا حسنا ليس عنده في الأصل صوت حسن أو ليس خطه جميلا إذا أراد أن يحسنه وهو في الأصل ما عنده صوت حسن ما سمعت بعض الناس يحاول تحسين الصوت وتحسين الخط فيكون غير مقبول أصلا ما يطاق سماعه فليحسنه لنفسه إذا قرأه لنفسه وتلذت به جازت له قرأيته على ما قاله حسنه لما يؤمن الناس ويمططه من الأصل ما وهب هذا الصوت بعض الناس ما يطيق مثل هذا التنطيط اللي ما له أصل مع أنه من ضمن المأمورين بتحسين الصوت وتزيينه لكن كيف نسمعنا بعض الناس يتكلف شيء ومن الأصل ما ما أكتب له هذا الشيء فيكون ممجود وحينها نقول زين القرآن بصوته نفسه صار ما يطاق بعض الناس بالفعل يعني إذا ذهب يحسن شون بعض الكتبة خطه ردي ثم يروح يحسنه صيرته يجمله ما الشيء أسهله من كونه يبين اقطاعه بتحسينه لا هاي الكمبيوتر مهما صارت كمبيوتر هذا ما يحل الإشكال ثانية خط لنفسه ها تحسن الصوت شو أصدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتا اللي أعطاك ويطالبك به نعم حدثنا سليمان التيمي أو نبيت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال كان أبو نوسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط لم أسمع إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته هذه من آلات اللهوة التي يستعملها المغنون في أغانيهم نعم وقال ابن ماجه حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثني من أيهم عباس عباس بن عبد الرحمن ما عندك حدثنا إيلا أنا عندي حدثنا العباس بن عثمان عباس بن عثمان عبد الرحمن وش اللي في الأصل في سنن ابن ماجه لازم يرجع له محقق يقول كذا بنسخة كذا بنسخة كذا والمصدر عنده أنا يقول حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي وعنده بن ماجه برقم 1338 الذين أبقوا عثمان هذا رجعوا إلى الكتاب الأصلي لا أنت عندك ابن أثماني وعبد الله ومخرجنا الحديث شلو مره مصحح كلهم يعدون نفس بقى ها كلهم يعدون نفس بقى من الحديث وهذا عثمان هذا عثمان شمع حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ساب عبد الرحمن عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة قالت أغطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت فقام فقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا إسناد جيد وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلت أن فؤادي قد انصدع وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر فكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب كما قال أبو عغيب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليت بعض من زاول الدعوة ويمتهنها تجده يعظ الناس بالقصص والأخبار والحكايات ويغفل عن تذكير الناس بالقرآن والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن وهذا رجل مشرك سمع القرآن لأول مرة من النبي عليه الصلاة والسلام كاد قلبه أن يطير كاد ينصدع قلبه فلو أن كل واحدا مننا إذا كانت قراءته لنفسي لا تؤثر فيه كما هو حال الكثير معالسا من طلاب العلم ينظر فيه أكثر القراء الموجودين تأثيرا فيه ويقتني مصحبا كاملا مسجلا بقراءة هذا القارئ الذي يؤثر فيستمع إليه وإذا تكون وظيفته والاستماع والتأمل والتدبر والقارئ أقرأ وإذا احتاج تكرار آية أعادة لأن هذه الآلات والله الحمد نفعت نفعا عظيما فيستفيد المستمع أكثر مما يستفيد حال قراءته لسيما إذا كان قلبه مشوش وفيه من الأعمال والأشياء التي تجعله لا ينتبه لما يقرأ وبعض الناس يستفيد من القراءة أكثر من استماع لأنه يغفل أثناء الاستماع وبعض الناس العكس فليختبر الإنسان نفسه فإذا كانت قراءته لنفسه أكثر فائدة لزمها وأن كانت استماعه لقراءة غيره لا سيما وأن الغير متعدد ويستطيع أن ينتقي أنفع الناس لقلبه ويلزمها ولا يحرم نفسه من القراءة والمستمع له في الأجر مثل القارئ إذا قصد بذلك الانتفاع وأنه أنفع له من القراءة وكل يصنع ويفعل الأنفع له نعم من هذا الباب إذا مر القرآن وقل سواء كان على جهة الاستقلال أو مع غيره هو داخل هذا الكافر جبير بن مطعم أثر فيه القرآن وهو كافر وقال الله جل وعلا عن النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مثل هذا مثل هذا الذي نسمعه ما يحرك فينا شيء ما يجعلنا نعيد حساباتنا وننظر في أمورنا وأحوالنا يعني لا فرق بين أن يقرأ القرآن ويوتل القرآن وبين تسمع لشرة أخبار أو تحليل أو شيء من هذا ومع الأسف أن البعض إذا سمع قصة من كتاب سندها ضعيف أو تالف حركت في نفسه ما لم يحركه كلام الله لا شك أن هذا عنده خلل يجب عليها أن يراجع نفسه ونقيم يقول تفقد قلبك في قراءة القرآن والذكر والصلاة يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق مغلق لكن كيف تفتح هذا الباب المغلق ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافر ذكر بعض المفاتيح النصارى يبكون من القرآن حينما نبكي كافر جاء في فداء الأسرى كاد قلبه أن يطير نقرأ القرآن من أوله إلى آخره على وجه نرجو أن يكون مقبولا ومع ذلك ما ما يؤثر شيء ولا يحرك ساكن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيبتني هود وأخواته لشيبنا والحديث مثل به ابن الصلاح للمضطرب شيبتني هود وأخواته ولكن الحافظ بن حجر رأى ترجيح بعض طرق على بعض فانتفى عنده الاضطراب وحكم عليه بالحسن نعم الشيء ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب كما قال أبو عبيل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله وهنا سقط عندنا أي حسن السلم عن طاوس حسن السلم ألا مسلم لا سلم إلى هناك سقط في بعض ها شاية السند وعاد أي هناك سقط عندنا يعني بالجريج عن طاوس عن أبيه نعم ما عندك قبله عن الحسن وعلى الحسن وعلى الحسن لأنه الشيء خير حدثنا قبيصة عن سفيان بن جريج وعلى الحسن بن مسلم عن طاوس شيرت ما عندك عن قبيصة حدثنا قبيصة عن أبيه أخشاهم له وحدثنا أحد من سطرين الشيء وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج لكن هذا قال مساقط بن جيم وعند خطأ من الناس فقد انتقل بصره إلى السند التالي له وألحق به مثل الأثر السابق وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه وعند حسن عن طاوس ماهو هو نفسه في الأصل كتابه بعبيد ما في هذا السقط الذي انشارنا إليه كتابه بعبيد بدونه وعن الحسن ابن مسلم ولا ابن سالم وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه وعن الحسن ابن مسلم عن طاوس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله وقد روي هذا متصلا من وجه آخر فقال ابن ماجه حدثنا بشر رأيته عندما رؤيته صلى الله عليه وسلم نعم فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذن الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني والد الإمام علي رحمه الله علي بن مديني نعم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزغير لا لا مجمع 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 عن مجمع بن جارية عندك ابن مجمع حدثنا حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كذا وانت شيف مجمع بن جارية ابراهيم قبل ابراهيم بن إسماعيل أنا عندي عم مجمع نبي الزبير عن جابر ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع ابراهيم ابي الزغير عن جابر كذا لا عندك انت الشيخ اين حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزغير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ولكن عبد الله ابن جعفر ابن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقاني فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم الموسيقاء 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 والقانون الموسيقاء فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عنه ذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعد وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقضان عن أبي اليقضان عثمان الحديث حذيفة شكرا عنه إذا أخرجوا بعبيد وبن نصر وابن عدي في الكامل والجوزقان في الأباطيل والواهيات طريق بقية ولا جدا ضعف شكرا في الفضاء شون الله عقب عليه بن جوز بقوله هذا حديث لا صح فأبو محمد المجهول وبطية يروي عن الضعفاء ويدلسهم وذكر أبيه في الميزان أوله ثم قال تفرض عنه بطية ليس بمعتقد الخبر موحد ظاهر لكن كان في السابق لما كانت الوسائل مسموعة فقط تسمع الأصوات ويستنكر منها ما يستنكر من قراء المشاهير ثم جاءت هذه القنوات وتظهر بصورهم مع أصواتهم وتصرفاتهم وتجدها أحيانا كأنه يؤذن وأحيانا يغطي وجه وأحيانا يفتح تصرفات غير لائقة بالقرآن أصلا وكنا نستنكر هذه الأصوات في أول الأمر ثم تكررت على مسامعنا فاستسغناها فنخشى من الفتنة بإذن لهذا الأمر وأداء القرآن باللحون العرب كما جاء في الخبر هو المطلوب وقل مثل هذا في ما يسمى بالأناشيد اشترط بالرجب لجوازها أن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق وهذا الساحة مليئة على ما قال من هذا وهذا وإلا فالنشيد أصله شعر يؤدى بأصوات كما أدي بحضرة عليه الصلاة والسلام ما في الشيء إذا كانت الألفاظ مباحة وأدي بلحون العرب ولم تصحبه آله هذا ما في الشيء وانشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا كانت هذه الأوزان الموسيقائية وصحبه آله وشيء من هذا هذا لا يجوز بحال كلام على النشيد بلغة العرب ولحونهم كانت اللغة الأعجمية بالرجب اشترط أن يكون بلحون العرب بلغة الأعاجم بشيء لا يؤثر في النفوس تأثير الغناء لا يؤثر في النفوس تأثير الغناء والعبرة بالتأثير لأنهم أحيانا يقولون هذا ما في آلة في اجتماع أصوات وليس فيها آلات موسيقية كانت هذه الأصوات تؤثر في السامع مثل تأثير الآلات وإذا سمعها من سمعها وهو لا يراها يقول هذه آلات الحكم واحد نعم وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقضان عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابسني الغفار فرأى الناس يخرجون في الطاعون قال ما هؤلاء قال يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء وذكر خلتين آخرتين وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه وهذه طرق حسنة في باب الترهيب هذه الروايات التي ذكرها كلها ضعيفة والحافظ المؤلف رحمه الله قال إنها حسنة بمجموعها في باب الترغيب وإلا في الأصل أنها لا ترقى إلى درجة الحسن لأن ضعفها شديد فلا تصل إلى درجة الحسن لكن مجموعها في هذا الباب الذي يتسامح فيه قد تقبل عند من يقبل الضعيف في فضائل الأعمال وإن اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف وأن شديد الضعف لا يمكن انجباره والثقاء لكنه في هذا الباب يتساهلون فيه وهذا معروف عند الجمهور نعم وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء وقد نص لا إمة رحمهم الله على النهي عنه فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن ثم قال وإنما ذكرناه لأنه مختلف على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابه ورواه عمر بن دينار وليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى بن عمر عنه عن ابن الزبير ثم قال وما ذكرناه إيش وإنما ذكرناه لأنه مختلف يعني ذكره البزار في مسنده ما ذكره في مسنده والعل ليش ذكره في مسنده للاختلاف على ابن أبي مليكة ما يدل على أن أصل مسند البزار ألف للعلل كأنه كتاب علل ولو إنما ذكرناه لأنه مختلف نعم في كلام للشيخ محمد رشيد رضا فيه يطول لكن يسرد لأهميته يقول معنى هذه الروايات صحيح ولكن لا يصح سند شيء منها وحسنها المؤلف بتأييد بعضها لبعض على القاعدة عند المحدثين ليست هذه القاعدة المعروفة عند المحدثين في جبر الطرق بعضها ببعض الجبر عندهم إنما يكون فيما يقبل الانجبار لذي ضعفه ليس بشديد أما ما كان ضعفه شديدا فإنه فإنه لا يقبل الانجبار إلا على طريقة السيوط وبعض العلماء المعاصرين تجدوا إذا كثرت الطرق مشاه قال دل على أن لها أصل وإلا فالأصل عند أهل العلم وجادتهم وطارقاتهم أن الضعيف شديد الضعف لا يقبل الانجبار وحسنها المؤلف بتأييد بعضها لبعض على القاعدة عند المحدثين والمعنى الجامع أن قراءة القرآن بالنغم المحمودة شرعا هي ما تكون به القراءة أشد تأثيرا في النفس وخشوعا في القلب واعتبارا في العقل وأن المحظور منها التطريب المتكلف الذي يشغل السامع بلذة الصوت وحسن النظم عن المعنى المراد والخشوع المطلوب وما من أحد سمع قراءة المجودين وللأصوات الحسنة إلا وشعر بالتأثير العظيم في قلبه بقراءتهم والسبب في تأويل التغني بالقرآن وكراهية بعض العلماء له أن الغناء صار شعار أهل الله والمسرفين في الشهوات ولذلك حرم المتشددون من الفقهاء الغناء حرم المتشددون من الفقهاء الغناء والمعازم مطلقا مع العلم بأن مزامير نبي الله داود أنزلت لأجل الترنم بها وكانت الطير تحشر وتجتمع لصوته ترجع ترنيمه بتسبيح الله تعالى كما قال تعالى والطير محشورة كل له أواب وقد عهد إقبال الطير على سماع المغنين الحسن الصوت كالبلبل والهزار بكل عصر بل نقل علماء الحيوان والتجارب أن بعض الحشرات كالنحل ترقص لسماع الصوت الحسن وأن بعضهم رأى حية ترقص عند سماع الغناء كان داود عليه السلام يسبح الله ويترنم له بزبوره على آلات الطربي والمعازف الوثرية وغيرها ما هو صحيح الكلام يحتاج إلى دليل ولا يوجد في كتب أنبياء بني إسرائيل شيء من الصروات والتسبيح للرب والثناء عليه كما زامير داود التي لم يطر عليها من التحريف مثل الذي طرأ على غيرها وجاء في آخر الأمر بذلك وجاء في آخرها الأمر بذلك وإننا كثيرا ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب هذا صحيح لكن كلام السابق عن داود زامير هذا كلام يحتاج إلى إثبات وفي الصحيح أن المشركين كانوا يؤذون أبا بكر رضي الله عنه ويمنعونه من الصلاة في المسجد الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرآن في بيته لما رأوا من إقبال الناس ولسيما النساء والأولاد المدركين عليه وتأثير قراءته في أنفسهم يقول وقد أدرك بعض علماء الفرنج بعض علماء الفرنج ما كان لتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن من التأثير العظيم في جذب العربي إلى الإسلام واعترف بأنه كان أشد تأثيرا من جميع معجزات الأنبياء في هداية الناس وإننا لاستفاء مباحث هذه المسألة التي تعم بها فائدة هذه الكتاب نذكر هنا ما أورده الحافظ بن حجر في شرح لهذا الحديث من فتح الباري فقد جمع ما قاله جميع العلماء في تأويل التغني في بيتين من نظمه ثم قف عليهم بخلاصة أقوال أشهر فقهاء المذاهب أما البيتان فهما تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا رنمي واستغنى عن كتب الأولى طالبا غنايد والنفس ثم الزمي ثم قال وسيأتي ما يتعلق بحزن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم لأن التطريب لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحام أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك فحكى عبد الله هاب المالك عن مالك تحريم القراءة بالألحان وحكاه أبو الطيب الطبر والموردي وابن حمدان من الحنبلي عن جماعة من أهل العلم وحكى ابن بطال وعياظ والقرطبي من المالكية والموردي والبندنيجي والغزالي من الشابعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراها اختارها أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنصوص للشابعي ونقله الطحاوي عن الحنفية وقال الفوراني من الشابعية في الإبانة يجوز بل يستحب محل هذا الاختلاف إذا لم تقتل بشيء من الحروف عن مخرجه فلو تغير قال النووي بالتبيان أجمع على تحريمه ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتنطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به فقال أصحابه ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جاهز وإلا حرم حكم موضع عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عما خارجها حرم وكذا حكى ابن حمدان حنبلي في الرعاية وقال الغزالي والبندنيج والصاحب الذخيرة من الحنفية إن لم يفرط في التنطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا وأغرب الرافعي وحكى عن أمال السرخص أنه لا يضر التنطيط مطلقا وحكى ابن حمدان رواية عن الحنابل وهذا شذوذ لا يعرج عليه والذي تحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسن ما استطاع كما قال ابن أبي مليك أحد رواة الحديث وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح من جملة تحسينه أن تراو عيا فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه وغير الحسن ربما إن جبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام اللا يراعي الأداء فإن وجد من يراعيه ما معه فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من حسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم هذا كلام الشيخ وفيما يلاحظ عليه كأنه تساهل في أمر اللحن التنطيط فإلا كل هذا محدد